انا سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجي حلف علي مرتين بالطلاق لا حولها لا قوة إلا بالله ورد يمينه وبعدين كررها وحلف علي تاني وقال لبابا علي الطلاق لو بنتك مروحتش النهاردة تبقى طالب وانا مروحتش من ساعتها وجدب وقال بقولتش كده ايه رأي حضرتك وكل كلامه علي الطلاق وبيسب الدين وبيضربني والله العظيم انا تعبت بالله عليك اعمل ايه دلوقتي لا حولها لا قوة إلا بالله احنا عندنا شوية امور لازم نعملها في اربع امور لازم نعملها اول حاجة نسأل عن الطلاقات دي كلها ونقول لزوجي كده عشان قبل ما يروح يتصل بمئة وسبعة او يتصل بنا يروح كاتب كل حاجة ليه علاقة بالطلاق ألفاز طلاق ساء عليها الطلاق تكون يطلق اه انت عليها حرام وكل الألفاز ليه علاقة بالطلاق يكتبها لان اي حد عن tank فانا بقوله من دلوقتي اي حد عن europe Initiative لاني احنا عندنا الطلاق كده عامل زي المبنى لان geld ان الطلاق مرتان فامساكم بمعروفة من تسلحكم إحسان فاي الي حاصل فالطلاق عندنا زي المبنى لفظة لازم نبص فيها وندرسها كلها يبقى ايه اللي يحصل يكتب كل الفاظ الطلاق اللي قالها ويجي يعرضها علينا يتصل بمئة وسبعة او يتصل بها ونعرضها ونكلم فيها واحدة واحدة ده اول اجراء احنا قلنا اربع حاجات تاني اجراء لازم نعرف هو ليه بيستخدم الطلاق ودي محتاجة تحليل محتاجة تحليل ليه لان انت كده تركزي هو امتى بيستخدم الطلاق لما انا بعنده ولا لما باتكلم عن امه ولا بيستخدم الطلاق لما ما بسمعش كلامه لا ده بيستخدم الطلاق لما يكون فيه حاجة ليه علاقة باهلي يبقى انا عارفة ان المنطقة دي منطقة حساسة وعارفة ان المنطقة دي منطقة الطلاق انا دايما بقول للناس كده لما بجدربهم لما اجيب اعمل لهم رشادات بقول لهم ايه يبقى واضح ان المنطقة دي الدايرة دي دايرة الطلاق يعني إيه داير الطلاق إن الموضوع ده لما بيتفتح هو ساعات يجي يقول يقول لمراته كده الموضوع ده انت جاي على طلاقك فهوبلاش نتكلم في الموضوع ده ولما نتكلم في الموضوع ده نتكلم في الموضوع ده وإحنا مستحضرين إن إحنا لازم نهدي الكلام في أدنى مستوياته وده الإجراء الثاني وده إجراء الناس ما تلتفتش إليه يا جماعة إحنا لازم نكون مركزين فى الجواز شوية أو الله احنا متجوزين كده و سيبين ايدينا يعني هو متجوزين و سيبين ايدينا محدش بفكر محدش بحاول يحلل شرك حياته احنا نحلل شرك حياتنا والله العظيم وده يعني ده اسم كبير لما يكون الزوج والزوجة كل واحد فيهم بوابة التاني للدخول للجنة وبوابة التاني لمعرفة الله والدخول على الله فيبقى كل واحد فينا لما يفكر في التاني يفكر بما يوقعه في المعصية يعني يفكر بسوق الظن يغتاب و ينم يمارس البهتان معاه طب وليه ده كله ده في الاخ خالص دي مننا ربنا ادهاننا في البيت زوجك مننا وزوجتك مننا زوجك نعمة وزوجتك نعمة فانت ليه تعمله كده ليه التفكير بالطريقة دي لا فكروا ركزوا شوي هو بيحب ايه هي بتحب ايه هو بتعصب من ايه هي بتتعصب من ايه يبقى المنطقة دي يبقى عندنا ايه حرص شديد ان المنطقة دي اسمها منطقة الغام فبلاش اكتر منها لان انا عارف ان المنطقة دي هيستخدم فيها ايه هيستخدم فيها الطلاق فبلاش يستخدمها طيب حق الالتالتة بقى حق الالتالتة المهمة لازم نروح نعمل ارشاد زواجي ليه لازم نروح الارشاد الزواجي لان واضح ان فيه كبل الاتصال مقطوع بينكم ان الانتنا بتاعت الاتصالات مش شغالة فالاتصال بينكم مش شغال لازم ترجعوا تتكلموا مرة تانية طيب ده مش هيحصل ايه غير لما حد يزيل كل التكلوسات اللي بينكم كل الاشياء كل الحواجز اللي بينكم دي دي تجيال واللي هيشيل ده هو واحد متخصص واحد متخصص هيبين له ان هي مش خطر عليك فما مش محتاج ان انت تستخدم السلاح القاسي ده اللي هو سلاح الطلاق وبرضو هيخليكي تحس ان انت مش قدام وحش ده قدام انسان بينفعل انفعال لما بيتضغط عليه هل ده معناه ان انا ببرر لي طلاقاته اكيد لا لكن انا بعمل ايه بفسر ليكي ايه اللي يجب ان احنا نعمله يبقى اول حاجة ببساطة خالص نعرف احكام الطلاقات دي ايه تاني حاجة نعرف فين منطقة الطلاق اللي عندنا اللي بيكتر فيها الطلاق تالت حاجة نروح لحد من الرشاد الزواجي عشان ايه اللي يحصل في مركز الرشاد الزواجي عشان ايه عشان يحاول يزيل الحواجز والعوائق اللي بينه ده رابع حاجة واخر حاجة لازم ببساطة خالص ندعي البعض في السجود ادعيله في سجودك انا هسألك سؤال انتي ابنك لو كان خايفة عليه من حاجة بتعمل ايه بتدعيله تدعيله تدعيله في سجودك بحرقة طب ده اللي ربنا جعله سبب لاولادك يعني جعله هو قبل اولادك مش لو ربنا سبحان تعالى هدا حياتكم هتكون احسن مش لو ربنا هدا هتكونه اسعد مش لو ربنا هدا سبحانه تعالى وفتح عليكم وجعلكم الله سبحانه تعالى في سعد وهنا وتوفيق وسداد ده مش هيكون احسن فانا شايف انتي تدعيله في سجودك وتلتزم الدعاء في سجودك ده هتشوف العجب يبقى اربع حاجات بكررهم اول حاجة نعرف احكام الطلاق تاني حاجة نعرف منطقة الطلاق دي ايه تالت حاجة نروح الارشاد الزواجي رابع حاجة ندعي تدعيله في سجودك وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى هيكتب الخير والفتح والتوفيق والسداد اشتركوا في القناة